المتخب المغربية تفوق على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل من الأخطاء الدفاعية سجل الهدف الأول الهدف الثاني كان هدية من حرس جنوب إفريقيا خطأ فردي الشي هذا على كل حال في مباراة مثل هذه تسرى سجل هدفين بطريقة بطريقة استطعنا نقول الهدف الأول جاء عن طريق خطأ من دفاع خطأ فردي كذلك من قلب الدفاع والهدف الثاني خطأ من الحرس أخطاء دفاعية كلفت انهزام فريق جنوب إفريقيا إذا متابعين الكرام هذه قناة جزائرية كما استمعتم تتحصر على خسارة منتخب جنوب إفريقيا لأقل من 17 سنة أمام المنتخب المغربي الذي انتصر في هذه المباراة اللي كانت قبل يوم أمس بهدفين مقابل لشيء لكن لاحظوا معي متابعين الكرام الحقد اللي كان عند الفققير في المواصل تحصروا على كيفاش المنتخب جنوب إفريقيا دار أخطاء ونهزم أمام المنتخب يعني المنتخب المغربي وكتحصروا علاش المنتخب جنوب إفريقيا ما انتشرش على المنتخب المغربي والحقد خارج من الكلام ديانهم يعني الدناءة خارجة من طريقة الكلام ديانهم وكل التعابير توحي بأنهم مفقوصين بسبب خسارة جنوب إفريقيا أمام المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا لأقل من 17 سنة نعم متابعينا كرام هذه هي الحالة البائسة ديال المخلوق الفقروني الكارغولي البصبعي الذي تؤلمه ولو إنجاز بسيط ديال المغرب كيفما كان هذا الإنجاز يؤلم حضيرات الجزائر حتى وإن كانت مباراة ديال الأطفال ديال الصغار ديال أقل من 17 سنة يؤلمهم لهذا الدرجة ويتحصروا لهذا الدرجة لأن المنتخب المغربي انتصر والمنتخب ديال جنوب إفريقيا خسر في قلب حضيرات الجزائر وكل شيء واضح متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة